التقى الزعيم التيار الصدري مقتضى الصدر برئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي مراسلنا هناك أكد أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات قبل أن يغادر الحلبوسي الحنانة مشيرا إلى أن الاجتماع بين الطرفين عقد بعيدا عن وسائل الإعلام وانتهى من دون الإدلاء بأي تصريح يأتي الاجتماع في ظل تحركات بلا هوادة تقودها وفود الكتل الكبيرة بين بغدادة وأربيل والحنانة على أمل الاتفاق بشأن تشكيل الكتلة الأكبر قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المقررة الأحدى المقبل